بداية هقول حاجة أنا مسؤول عنها إنه مفيش في مصر نادي في لعيبة حريفة زي الزمالك كل واحد بيقول له وعايزه إنما مفيش أنا بتكلم النهاردة ما بتكلمش لا على التاريخ ولا من أيام كابتن حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل لا خالص خالص اليوم الحريفة في مصر اللي عيبة فعلا الفرقة القوية هي فرقة نادي الزمالك ولكن ما يحدث هذا الشهر بالتحديد هو خارق للعادة وأكتر حاجة النهاردة توقفت أمامها الهزيمة أمام بيرميدز ولازم في الأول أهنئ بيرميدز أهنئ بيرميدز يعني مش هقلل من بيرميدز أبدا فرقة باتشيكو مدرب عشر على عشرة الفرقة وقف على رجليها نضال كفاح بيلعبوا عشرة مديها اتناشر ما يعني لازم أهنئ بيرميدز وأقول مبروك بيرميدز وهيليم بيرميدز إنما يا سادة الزمالك كان قدامه ثلاث فرص واضحة أن يفوز بالمباراة أول فرصة لما اترد اللاعب بتاع بيرميدز في الديات ناشر فبيرميدز بيلعب عشرة من الديات ناشر لكن الزمالك قرر يلعب تسعة تفهمش ليه يعني الزمالك اللاعبها فجأة جرالها حاجة في حاجة غلط في شيء مش مفهوم تاني حاجة وهذا أمر تاريخي هذا أمر تاريخي أنا مقتنع وحضراتكم مقتنعين وكل شيء أن ضربات الجزاء فيها جزء كبير من التوفيق خلاص فيها جزء كبير من التوفيق إنما لما يدخل زيزو علشان يحط كورة بالشكل ده ده غلط كل الغلط يعني اللي عمله زيزو إنه هو ضيع الماتش يا جماعة هناك فرق كبير بين إنك تيجي تدخل فالجني صدها المشا لا هو أنت قبل الماتش بيوم أما كنت بتتدرب على ضربات الجزاء أنا عمري ما شفت شفوا بقى إحنا شفنا كور كتير بالضيع وشفنا مليون طريقة للعب ضربة الجزاء زيزو قرر يلعبها بالطريقة المية وتلاتين اللي هي مش موجودة يعني فيه مية تسعة وعشرين طريقة للعب ضربة الجزاء والضيع لا زيزو قرر يخترع طريقة مية وتلاتين والضيع هذا الأمر يعني طبعا هتقول لي ما ميسي بيضيع رونالدو بيضيع صلاح بيضيع يضيع آه إنما مش يهدر مش يتهاون إيه الحكاية جماعة وفي حد بيشوت بانيلتي كده وبعدين تنت أول واحد حطينه يشوت إنت لازم تشوتها مؤكد هو المدرب ده مش عابليه بيوم عارف إن ده مطش ممكن يبا فيه ضربات الجزاء وعمل لهم تدريب إنك لازم يعني الشباب بتوع بيراميدز هم داخلين ترك ترك هو داخل يأكد يحط آه فيها حرفانة فيها ود الجون في حد ماشي إنما ما فيش اختراع زيزو النهاردة كان بيخترع الطريقة الجديدة إنك تلعب بين طبعا الجون صدعه برجله الشناوي صدعه برجله راحت اللي أهم بقى وده أنا مش فهمه شي كبالة تاني شي كبالة من أول ما نزل مزاجه منحارف مش ده شي كبالة اللي إحنا نعرفه فيه حاجة فيه فيه حاجة فيه مش ده شي كبالة اللي أول ما ينزل يسخن الملعب واللعيبة لا شي كبالة كان متدايق مالوش نفس طب إيه يا جماعة واحد مالوش نفس والتاني بيخترع علشان يحط بينلتي وفرقة عندها أكتر من مئة وعشرين دقيقة بتلعب قدام فرقة تانية نقصة واحد والفرقة عندها كل إمكانات اللعيبة الاحتياطي اللي بره الزمالك اللي قعد على الدكة يقام الفرقة تانية تقرأ كده أسامل الاحتياطي من أول حارس المرمى لغاية شي كبالة فرقة تانية عندك كل اللعيبة ومع ذلك برضو فريرة بينزل اللعيبة مش في مراكزها فريرة بقى بيخترع اختراعات غريبة جدا كمان طب يا جماعة احنا كنا كويسين إيه اللي بيتعمل ده في الدوري نتائج في الكاس نتائج ولو كملنا كده مفيش السنادي مفيش السنادي خلاص لازم وقفة بقى لازم نشوف إيه اللي بيحصل لازم نشوف إيه الغلط النهاردة بيريميدز رجالة الولاد بصراحة آه رمضان صبحي حتى عبدالله سعيد الشواء اللي لعيبهم اللعيب الجزائري اللعيب التونس اللعيب الأفريق كل اللعيبة اللي عندهم اللي هم ملقى جانب دول كلهم بيلعبوا لعب تمام طب إيه الحكاية إيه اللي بيجرى ليه الزمالك بيعمل فيه كده تاني إيه فيه حالة من حالات ودي أجيال كتير ما تسمعش عنها اللي هي العطولة إنه هو الزمالك لما بقى إيه يشعر بنفسه فتلها اللعيبة يا جماعة لعبت الزمالك صعبان عليها تلعب يعني الجزيري وإمام عشور وهو أخر صعبان علي يلعب الكرة عادي يا جماعة لعبوا الكرة كل واحد عايز يعمل قيمة عايز يلعب الكرة تبقى لفة الباصرة مش عارف حاملة إزاي موهوبين بقى أنا بقول لحضرتك مفيش نادي في مصر فيه الموايب بتاعت الزمالك مفيش ومفيش مدرب زي مدرب الزمالك إنما فجأة يبقى إن انت كويس دي حاجة وبعدين إيه ده انت عندك ماتش الأهلي جاي في الدول الأهلي بكرة حيلعب بقى قدام سموحة والكاسبان حيلعب بيريمتز أنا مهمنيش ناتيجة الماتش ده يعني يطلع بقى خلاص زي ما يطلع إنما في النهاية يا جماعة في حاجة غلط إحنا ما كناش كده خالص إحنا في أسوأ ظروفنا كنا أبطال الدول في أسوأ ظروفنا كنا أبطال الدول إيه اللي بيحصل إيه الحكاية وعلى مدى اللي يام كده في حالة من حالات اللعيبة كده يعني أحداث و و وحوادث غريبة تحسسك إن اللعيبة مفيش ال اللي هو التصميم الاهتمام الل هو اللعيبة دي هتبقى يعني قيمتها إيه غير لو إنها بتلعب في الزمالك يعني أنا مش عايز أقول كلامي دايق زودهاش صعوبة علينا فيضيع المتش ويضيع الكاس وضعت متشات كتيرة قبل كده بنفس الطريقة الفرقة فيه حاجة النهاردة مش داشي كبالة النهاردة مش دازيزو وكل شوية النهاردة اللي عيب ده أصيب النهاردة اللي عيب ده تخانق النهاردة اللي عيب ده مش عايز طيب هو فيه إيه هم نقصين إيه ده بيلعبوا في الزمالك بياخدوا أحسن أجور ليه هم أعظم جمهور جمهورهم بتاعهم وراهم طول الوقت مفيش حاجة نقصاهم واخدين الدوري سنتين ورا بعض بالكاس السنة اللي فاتت طب إيه اللي بيجرى ليه بيتعمل فينا كده النهاردة أنا بصراحة ما فهمتش خالص الزمالك ما فهمتش خالص بيعمل إيه و مش عايز أقول بداية غير جهيدة إنه خلاص خرجنا من الكاس وطبعا المتش الجاي بتاع الأهلي ده لو اتغلبنا خلاص في مسافة بقى انتهينا في مسافة في مسافة يعني يعني قعب بقى انت والنافس بقى مع احتراب يعني للنوادي دي نوادي عظيمة تنافس بقى مع فيوتشر وتنافس مع بريمتز على المركز التاني والتالت نرجع تاني لنفس الحكاية اللي كان الزمالي خلاص ابتدى ينساها فكرة الوصيف والبديل والحواديد دي كلها كانت انتهت حاجة داي أنا النهاردة عابة تفرج عن ماتش مش مصدق يعني في الاول اه جرينا والجن حلو ومحطوط في المعص وبتاع وبعين فجأة حالة عطولها اللي الكور بقى ايه عايزينها بقى تمشي كده وبين اليمين وبين الرجلين وكل كرة بنوقفها ونلعبها كان الله يرحمه فيه معلق رياضي مشهور اسمه عليها الحمولة كان دايما يعيني دمه يتحرق في ماتشانة الزمالك كان ليه تعبير دايما على لعب الزمالك بالتحديد افتكرته النهاردة اما كان يقول ايه لما وترييسة لما وترييسة لما وترييسة العب يا اخي حراب عليك الكرة لازم تتلعب بقى انما القيمة والكرة ولازم يتلعب عليها كده ويتلعب عليها يمين طب احنا شفنا المعلمين كلهم في كاس العالم كرة 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 على طول كرة فعالة كرة ايجابية انما الكرة اللي بتتلعب دي لازم فريرة يقف واقفة مع الفريق وانا على فكرة ابتدى فيه اصوات كده يقولك ايه اسهل حاجة بقى دايما بتحصل ما نمشي فريرة لا نقعد مع فريرة نتكلم مع فريرة ايه الحكاية ايه مشاكلك اللعبة مشاكلها ايه هنا بقى تيجي ادوار الادارة انه نتكلم مع الناس ونشوف ايه الحكاية وايه الموضوع انما هو مش الحل ان فريرة يمشي في وسط الموسم كالعادة علشان ايه الناس تهدى ما هي الناس هتهدى ويجي مدرب تاني ولسه نبتدي من اوله جديد ويقولك عشانو لسه بيعرف اللعبة وكل الاشياء الغريبة دي فالنهارده انا دمت حرق يعني انا النهارده كعمر اتدهيقتي جدا بصراحة وعلى فكرة انا من المتابعين لمباريات الدولة مصر قد يعني ما تفرجش على ليفر بول هو بيتغلب 3-0 هذا الامر لا يعنيني كثيرا شو بقى دي لا يعنيني كثيرا انما طبعا ده النادي ما انتفهمش اللي بيجرى في حاجة غير طبيعية في حاجة مش طبيعية في اللعيبة في حاجة مش مفهومة اللعيبة في دماغها حاجة اللعيبة مشغولة اللعيبة مش مركزة اللعيبة مش متسلطنة مش مبسوط في حاجة ايه معرفش في حاجة معلش بقى يعني موضوع شخصي جدا بس حبيت كده في اول الحلقة اطلع الدخان الجواه معنا يا سيد محمد